نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءة انتهاكات حقوق الإنسان ورشة عملين لتفعيل آلية التبليغ والإحالة مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة تعز وشارك في الورشة التي تأتي في إطار توسيع التعاون والتواصل بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني عددا من المنظمات الدولية والمحلية والنقابات والاتحادات العاملة بمجالات الرصد والتوثيق وتقديم العون القانوني والنفسي والدعم الاجتماعي والاقتصادي استعرض أعضاء اللجنة مجالات التعاون التي تمت في المرحلة السابقة عن المجتمع المدني في عموم المحافظات وحرص اللجنة على رفع مستوى التنسيق بهدف الوصول إلى أكبر قدر من الضحايا وإتاحات الفرص لحصول عدد من ضحايا الانتهاكات على الخدمات المختلفة التي يقدمها المجتمع المدني في المجالات المختلفة من جانبهم قدم رؤساء وممثلي منظمة دولية المحلية المشاركة بورشة العمل تعريفات لطبيعة الخدمات المنفذة في إطار المحافظة وأهمية تفعيل آلية التبليغ بانتهاكات حقوق الإنسان للجنة الوطنية وربط الضحايا بخدمات تساعد في تخفيف أثر الانتهاك وضرر الحرب وخرجت الورشة بقائمة مقترحات لأشكال الإحالة بين اللجنة والمؤسسات المشاركة تساعد في الوصول إلى الضحايا وتدفق المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بشكل مؤسسي ومهني تساعد في الوصول إلى الضحايا